اشتركوا في القناة وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير أن المملكة المتحدة شريك استثماري رئيسي وأن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نموا مضطردا جاء انعكاسا لحجم العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وذلك تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بين البلدين كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات ناسية متجارية منها كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كل البلدين الصديقين في تحقيق الاهداف المشتركة وأشهد سعادته بالتطورات المتميزة منذ إعلان اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية والمملكة المتحدة عام 2021 حيث تعد هذه الاتفاقية صفحة جديدة للعلاقات العميقة والاستراتيجية بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر